بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله إمام الهدى وسيد الورى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الحادي والخمسون من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في هذا يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر جماد الأولى سنة خمس وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة مستكثرين من صلاتنا وسلامنا على حبيب قلوبنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو بكثرة الصلاة والسلام عليه أن نكون من أقرب أمته مجلسا منه يوم القيامة ونرجو بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أن نصيب بها عشرة أضعاف صلاة ربنا عز وجل علينا وهو القائل عليه الصلاة والسلام فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا عليك صلاة الله ما قام قائم بأكناف أقصان المعظم يضرب وما قام في أرض الرباط مجاهد وسال دم والروح في الله توهب فاجعلوا مجلسكم أيها الكرام عامرا بذكر الله في رحاب بيته الحرام وبالصلاة والسلام على نبيه سيد الألام صلى الله عليه وآله وسلم وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في منتهى فصل في هديه عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين وآخر الفصول المتعلقة بهديه صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء وما يتعلق به هو هديه في التيمم الذي ختم به المصنف مسائل الطهارة وفصولها ليشرع بعد في هديه في الصلاة صلى الله عليه وسلم والحديث عن هذا الفصل حديث عن باب فقهي عظيم ما زال الفقهاء يفيضون في مسائله في صفة التيمم وأحكامه وشروطه ونواقضه استقاءا مما ثبتت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وها هو ذا المصنف رحمه الله يأتي بجمل موجزة في هذا الهدي النبوي في هذا الباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله فصل في هديه في التيمم المقصود بالتيمم أيها المسلمون ما يعرفه أهل الإسلام في صفة الطهارة بدلا عن الماء فإذا فقد الماء حقيقة أو حكما شرعت الطهارة بالتراب تيمم لأن الله عز وجل قال في سورتي النساء والمائدة وإن كنتم على سفر أو إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فجاءت مشروعية التيمم في هذه الآيات الكريمة في القرآن الكريم وثبتت في جملة من أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فالتيمم استعمال التراب في الطهارة عوضا عن الماء وإنما يشرع التيمم إذا فقد الماء حقيقة أو حكما والمقصود بفقد الماء حقيقة أن لا يجد المسلم الماء بين يديه في سفر أو في حضر فإذا عدم الماء انتقل إلى الطهارة بالتراب تيممما والمقصود بفقد الماء حكما أن يكون الماء موجودا في حقيقته لكن المسلم لا يستطيع استعماله إما لحاجته إليه في شربه وهو قليل أو لضرر يلحقه باستعمال الماء كالمريض والجريح والذي أصابه حرق بالنار ونحه فلا يستعمل الماء فهو في الحقيقة يجد الماء لكن وجود الماء كعدمه حكما بالنسبة إليه فلهذا يقول الفقهاء التيمم يشرع إذا فقد الماء حقيقة أو حكما فإذا وجد شرط استعمال التيمم تيمم المسلم وتطهر بالتراب عوضا عن الماء التيمم أيها المسلمون واحدة أو إحدى خصائص هذه الأمة التي جاءت في شريعة الإسلام منة من الله عز وجل في حديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فنص عليه الصلاة والسلام على أن الله خصه بجملة من الأحكام والمسائل قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة هذه الخصائص هي منحة من الله إذن هي واحدة من خصائص الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام قبل الحديث عن جمل الهدي النبوي في التيمم يحسن الوقوف على قصة مشروعية التيمم في الحديث الصحيح الذي أخرج الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي والمتكلم أمنا عائشة رضي الله عنها قالت فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه يعني أخر المسيرة وبقي في منزله ذاك الذي نزل في سفره من أجل البحث عن عقدها الذي فقدته لما انقطع من عنقها رضي الله عنها قالت فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ما قالت فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما وليس معهم ما يعني لا هم حملوا ماء ولا المكان الذي نزل فيه يوجد به ماء فجاءوا يشكون انظر إلى ما فعلت ابنتك عائشة رضي الله عنها برسول الله عليه الصلاة والسلام ولحق ذلك بالركب كله وبالجيش أجمعه فقالوا ذلك لأبي بكر رضي الله عنه قالت فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر يعني أبوها وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي قالت ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فجعلت تحتمل وخزأ بيها في خاصرتها وهو كالذي يعاتبها ما الذي صنعت أبلغ بك الأمر أن تحبسي رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل عقد فليكن انقطع عقد يترك العقد ويعوذ الله خيرا فجعل يعاتبها كثيرا قالت وقال ما شاء الله أن يقول وليس يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام على فخذي قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمم فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته فكل القصة حكمة من الله لأجل أن يشرع التيمم وتنزل الآية الكريمة وفي رواية قال أسيد بن الحضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة فرضي الله عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصلى الله وسلم على زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الله إليكم قال رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين قال الإمام أحمد من قال التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده طيب هاتان مسألتان في صفة التيمم إذا جاء المسلم إلى الماء يضرب إلى التراب يضرب بكفيه على التراب ضرب واحدة أو ضربتان الفقهاء على قولين الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم في المسألة هذه على قولين فمنهم من يقول ضربة واحدة ومنهم من يقول ضربتان قال المصنف رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين فضربة واحدة وستأتيك الصفة بعد قليل تكلم الآن على عدد الضربات التي يضرب بها المتيمم على التراب قال ضربة واحدة لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما وحديثه عمدة في الباب عند المحدثين والفقهاء في صفة التيمم وله روايات متعددة وألفاظه متقاربة ومنه استنبط الفقهاء رحمهم الله ما يتعلق بصفة التيمم في حديث عمار رضي الله عنه في الصحيحين قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء يعني أصابته جنابة لم يجد ماء قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة يعني فهم أن التيمم بالتراب يقوم مقام الغسل بالماء وإذا كان الغسل في الجنابة يلزم تعميمه بالبدن فظن أن التراب مثله فجعل يعمم بدنه بالتراب فتمرغ في التراب قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب عليه الصلاة والسلام بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث برواياته المتعددة في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة وبألفاظه المتعددة هو مستند الفقهاء الأكبر في صفة التيمم مع أحاديث أخرى سواها لكنه العمدة في الباب فحديث عمار هذا أفاد أن الضرب على التراب مرة واحدة أن الضرب على التراب مرة واحدة وفي رواية للبخاري قال فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح به ما ظهور كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح به ما وجهه وفي رواية أبي داود قال ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث وغيرها في الصحيحين وفي السنن دلت على أن التيمم على التراب ضربة واحدة وهو الذي قاله المصنف كان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ثم قال ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتاني ضربة للوجه وضربة لليدين حديث ابن عمر هذا رضي الله عنهما مخرج في بعض دواوين السنة لكنه حديث شاذ خالف الأحاديث الصحيحة قال الإمام النوي رحمه الله الحديث منكر لا أصل له وضعفه ابن حزم وابن عدي وضعفه كذلك ابن الحق الإشبيلي وابن كثير وابن الملق وابن حجر وغيره من الأئمة رحم الله الجميع وصححوا أن الصواب في رواية ابن عمر كونه موقوفا عليه من قوله رضي الله عنه ولا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالسنة إذن والأفضل والأكمل أن يكون التيمم ضربة واحدة فإن استعمل في التيمم ضربتين جاز ذلك ولا يبطل به التيمم ولذلك قال المصنف رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين وقوله ولم يصح أنه تيمم بضربتين يشير إلى ضعف حديث ابن عمر رضي الله عنهما والحديث ضعفه جملة من الأئمة المحدثين ومضى على ذلك مذهب الحنابلة والمالكية أن التيمم ضربة واحدة على التراب قال المالكية الضربة الثانية سنة لمن أراد ولو اكتفى بواحدة أجزأته وقال الحنابلة بل الواجب ضربة واحدة لا غير فيما ذهب الآئمة الشافعية والحنفية إلى أن التيمم واجب بضربتين فصار في المذهب ثلاثة أقوال في مذاهب الفقهاء أنه ضربة واحدة واجبة أو ضربتان واجبتان أو ضربة واجبة والثانية سنة فثلاثة أقوال والأمر في هذا أوسع من أن يضيق فيه الخلاف بوّب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله باب التيمم للوجه والكفين فنص رحمه الله على أن حد التيمم في الوجه واليدين إلى الكفين قال المصنف لا إلى المرفقين لأن من الفقهاء من قال إن تيمم مسح كفيه وامتد بالمسح إلى المرفقين وهو قول لبعض الفقهاء وأخذوا في ذلك ببعض الأحاديث التي أيضا لم يصح سندها قال الإمام أحمد من قال التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده ولما بوّب البخاري ماذا قال؟ قال باب التيمم للوجه والكفين وروا بسنده عن عبد الرحمن بن أبزة قال عمار لي عمر تمعكت يعني تقلبت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين قال الحافظ بن حجر رحمه الله معلقا على الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري للباب فقال باب التيمم للوجه والكفين أي هو الواجب المجزئ ثم قال وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط قال فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيه ما مقال وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به يعني أن الرواية لا تثبت ولو ثبتت فهناك ما ينسخها قال ومما يقوي رواية الصحيحين فالاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد انتهى كلامه رحمه الله فهذا المقصود في المسألة ها هنا أمران الأول عدد مرات الضرب على التراب وبين أنها ضربة واحدة وأن حديث الضربتين ضعيف وإن قوى ابن الملقن رحمه الله بطرق الحديث إسناده والمسألة الثانية أن التيمم في المسح على الكفين يكون في حدود الكفين والزيادة إلى المرفقين لا تثبت به رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا وصح عنه أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره هذه مسألة أخرى خلافية طويلة الذيل عند الفقهاء بما يكون التيمم بماذا يجوز بالتراب فقط أو يدخل فيه الحصباء ويدخل فيه الرمل وكل شيء له غبار أيجوز التيمم على الجدار أن يضرب على الجدار فيمسح بالتراب الذي عليه أو لا يجوز الفقهاء رحمه الله يناقشون هذا باستفاضة وهم أيضا على قولين أما التيمم بالتراب فهذا لا خلاف فيه وهو الأصل في التيمم وهو جائز في الجملة لأنه أولى ما يطلق عليه الصعيد والله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا فالتراب أولى ما يطلق عليه الصعيد ولحديث حذيفة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء أخرجه مسلم هو كحديث جابر رضي الله عنه السابق في ذكر الخصائص غير أن حديث جابر فيه خمس خصال وفي حديث حذيفة ثلاثة قال وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا يعني في الصلاة ثم ذكرت تراب منصوصا فقال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وحديث جابر المتقدم قبل قليل أيضا يدل عليه عطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وقال فيه عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفي رواية وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا وهذا لفظ مسلم في الصحيح وهي الأرض القابلة للإنبات الأرض الطيبة القابلة للإنبات والذي ينبت الرمل أو التراب التراب والرمل لا نبات فيه قالوا وقوله وجعلت لي الأرض طيبة لأن الله قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه فالذي يخرج النبات والتراب لا مطلق ما على الأرض من رمل وحصباء وحصى ونحوها فاستدلوا على ذلك بأن التيمم بالتراب هو الأصل أما غير التراب فالفقهاء فيه على قولين منع الشافعية والحنابيلة وداود وقول عند المالكية من التيمم بغير التراب فلا تيمم برمل ولا تيمم بحصى ولا بصخر ولا بجدار ولا نحوه ولا يكون التيمم إلا على التراب خاصة فإذا لم يجد بحث عنه فإذا لم يجد فهو كفاقد الطهورين معا وجوز المالكية والحنفية وابن حزم والطبري وعدد من الآئمة رحم الله الجميع التيمم بكل ما صعد على الأرض من أجزائها من تراب ورمل وجص ونحوه لأن ذلك كله يدخل في قوله فتيمموا صعيدا والصعيد ما صعد من الصعود وهو العلو فكل ما تصاعد على الأرض جاز التيمم به وحديث جابر قبل قليل وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فجعل الأرض كلها مسجدا وفي الأرض رمل وفي الأرض تراب وفي الأرض صخر فكل ذلك جعل لنا مسجدا وطهورا كما قال عليه الصلاة والسلام وأما حديث أبي الحارث الذي تقدم قبل قليل في كلام الحافظ بن حجر رحمه الله حديث أبي الحارث الجهيم بن الصمة حديث أبي جهيم الحارث بن الصمة رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه وبيديه ثم رد عليه السلام والحديث في الصحيحين قالوا فهذا نص أنه تيمم على الجدار قال فمسح بالجدار فأحتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه عليه الصلاة والسلام ثم رد عليه السلام ومن ثم فالفقهاء على قولين فقول المصنف رحمه الله وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملة والمقصود بالسبخة الأرض التي تكون جوار البحار والأنهار والبحيرات والمستنقعات أرض خصبة طرية رطبة تعلوها ملوحة فيها بقايا الملح الذي انسحب عنه الماء فيقال لها أرض سبخة يعني هي الملح فيها أكثر من التراب فانضرب عليها ربما أصاب من ملوحتها أكثر من غبار ترابها فقال أيا كانت الأرض ترابا كانت أو سبخة أو رملة وسيسوقها هنا استدلالا لطيفا كيف أن التراب الذي تيمم به رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يشترط أن يكون ترابا ذا غبار لأن الرمال التي في الصحاري والتي لطالما سافر فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقطع بها المسافات وهي منتشرة في أرض جزيرة العرب وفي الحجاز وفي تنسيره إلى غزوة تبوك هي كثيرة منتشرة فلو كان لا يتيمم إلا بتراب لحمل معه التراب أو لروي أنه انتقل بالتراب وحمل معه التراب وعلى كل حال فالمسألة ما زالت أيضا على خلاف الفقهاء ذات احتمال واجتهاد ومن أخذ بأحدهما فالمسألة مما يتسع فيها الخلاف وتتجاذبها الأدلة والنظر الفقهي فيها والمصنف رحمه الله الإمام بن القيم وإن كان حنبليا لكنه رجح في المسألة ما قالت به الحنفية والمالكية وغيرهم من الآئمة رحم الله الجميع أحسن الله عليكم قال رحمه الله وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبقة أو رملا صح عنه أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور طيب هو ما ذكر الرملا الحديث ما ذكر الرمل كيف يقول هذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور هو ما سمى الرمل ولا صرح باسمه العموم قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره فإذا أدركته الصلاة في وسط الصحراء ولا يوجد حوله إلا الرمل فعنده مسجده وطهوره قال ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماءهم في غاية القلة ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب وكذلك أرض الحجاز وغيره ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم وهذا قول الجمهور لم نجد نصا في روايات السنة أنه عليه الصلاة والسلام تيمم بالرمل وغاية ما يروي الصحابة أنه تيمم عليه الصلاة والسلام لكنك إذا افترضت أنه في مسيره إلى تبوك وكان يمضي فيها نحو من عشرين يوما مسافرا من المدينة إلى تبوك فإذا أدركته الصلاة قال وكانوا على قلة من الماء وذلك ثابت في مرويات غزوة تبوك فإذا كان الماء قليلا واحتاجوا إليه ويغلب على الظن أنه تيمم أو روي أنه تيمم كما في حديث المغيرة وغيره فإذا تيمم تارا وتوضأ تارا فإنه دلالة على تيممه بما كان حوله ولا يوجد حوله إلا الرمال في طريقه في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام ولم نجد رواية أنه حمل التراب معه من المدينة ولا أمر أصحابه أن يحملوا التراب لأننا نحتاجه في التيمم في السفر فما كان يحمل التراب ولا يحرص عليه وهذا هديه الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في سنته الثابتة في الصحيح أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم إمرارها إلى المرفق ثم إدارة بطن الكف على بطن الذراع وإقامة إبهام اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهام اليمنى فيطبقها عليها فهذا ما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا علمه أحدا من أصحابه ولا أمر به ولا استحبه وهذا هديه إليه التحاكم هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والتحاكم في السنة إلى الثابت من هديه هذه أحاديث التيمم التي رويت في الصحيحين وغيرهما وهذه المرويات لم تذكر واحدة منها تلك الصفة أي صفة التي حكاها المصنف وهي مذكورة في كتب الفقهاء المتأخرين خاصة ويرونها على أنها الصفة التي تشرع للمتيمم إذا تيمم في الحديث مسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال ظاهر الكفين والوجه وضرب ببطون الكفين الصفة التي يرويها الفقهاء هي التي حكاها المصنف هنا قال رحمه الله وضع بطون أصابع اليسرى على ظهور اليمنى فإذا وضع يده في الترى قال بأصابعه هذه الأربعة فوق الأربعة في اليمنى فيمسح بالأصابع فوق الأصابع متفرقة فإذا جاء إلى الذراع ضمها ثم مضى يمضي أصابعه الأربعة على الذراع فإذا وصل إلى المرفقي قال بها على حرف ذراعه فنزل بكفه على بطن الذراع بالكف لا بالأصابع ثم عاد إلى الكف وإبهامه اليسرى مرتفعة فإذا وصل إلى الإبهام اليمنى وإبهامه اليسرى مرتفعة أطبق الإبهام على الإبهام ويفعل باليسرى بيده اليمنى كما فعل بالعكس قال رحمه الله وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم إمرارها إلى المرفقي ثم إدارة بطن الكف على بطن الذراع وإقامة إبهام اليسرى إلى أن يصل إلى إبهام اليمنى فيطبقها عليها فهذا ما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا علمه أحدا من أصحابه من أين قطع المصندف رحمه الله من عدم وجود ذلك في المرويات لا توجد هي رواية صحيحة أو ضعيفة قال رحمه الله ولا أمر به ولا استحبه فإذا ذكره الفقهاء فهم يبنونه على جملة من القواعد المتعلقة بالمسألة فبنوا أولا على أن المسح إلى المرفقين وتقدم الخلاف فيه وبعض فقهاء المذاهب يرى أن المسح في التيمم إلى المرفقين وعللوا ذلك أن المسح في التيمم بدل عن ماذا بدل عن غسل اليدين في الوضوء وغسل اليدين في الوضوء إلى أين يكون إلى المرفقين فيقوم البدل مكان المبدل منه فإذا كان التيمم بالترام جاء عوضا عن الغسل بالماء فليأخذ مكانه إضافة إلى أن الآية قالت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فمطلق اليد في التيمم يقيد بما قيدت به اليد في الوضوء واليد في الوضوء قيدت بقوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين والمروي وأيضا في بعض الروايات كان مستندا وقد تقدمت إشارة الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بقوله وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط وحديث أبي جهيم ورد بذكر المرفقين في السنن فجعلوا جملة ذلك دليلا على أن المسح في التيمم يكون إلى المرفقين لا إلى الكفين فقط فلما استقر عندهم هذا أولا أرادوا أن يذكروا صفة هذا التيمم في مسح اليد باليد بالتراب إلى المرفقين فقالوا بالصفة التي سمعت لكن الثابت في السنة عدم صحة رواية المسح إلى المرفقين ولا إلى نصف الذراع ولا إلى الآباط وقد تقدم نقل الكلام عن الإمام بن حجر رحم الله الجميع قال المصنف رحمه الله وهذا هديه صلى الله عليه وسلم إليه التحاكم وهنا ننبه تنبيها لطيفا يا كرام فيما يتعلق بخلاف الفقهاء نحن أمة مسلمة شريعتنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكرم الله هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام بصحابته الكرام رضي الله عنهم الذين حفظوا التنزيل فرووا الدين وحفظوا القرآن والسنة حفظ الله تعالى بهم دين الإسلام وشريعة الإسلام ثم خلف من بعدهم أئمة السلف وعلماء الأمة رحم الله الجميع من التابعين فمن بعدهم أئمة كالجبال الرواسي حفظاً وضبطاً وإتقاناً وفهماً وذكاءاً فضلاً عن الصلاح والتقى والخير الظاهر والباطن الذي جعلهم الله عز وجل به أوعية لدينه وحملة لشريعته فهم نارات لهذا الدين ولأمة الإسلام بهم يقتدى وبهم يضربوا المثل علموا الأمة هذا الدين وفقهوها في التنزيل فجعل الدين يتوارث على أيدي علماء الأمة البرارة وساداتها من الفقهاء والمحدثين والمفسرين وسائر علماء الشريعة هؤلاء الأمة الفقهاء اجتهدوا رحمهم الله فكان في اجتهاد اختلاف لا بد منه ولا مفر منه فما ساغ فيه الاختلاف فهم فيه على كل قدر من الاحترام والتبجير والتقدير لا ينصرف أحدهم في اجتهاد لهوى في نفسه ولا يقرر في اجتهاده شيئاً من تلقاء ذاته بل هم على نصوص الشريعة يتفقهون ومنها يستنبطون وأي حكم وإن اختلفوا فيه ربما كان الدليل الذي يختلف عليه العلماء واحداً هذه مسألة عدة المطلقات والآية واحدة في كتاب الله الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ والقرء في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر معاً وهو من قبيل المشترك فاختلف الناس في الآية وتفسيرها هل المراد بها ثلاثة أطهار كما تقول المالكية والشافعية أو ثلاثة حيض كما تقول الحنفية والحنابلة وقد امتد الخلاف منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم وتوارثت الأمة هذا الخلاف المعتبر السائغ هو خلاف اجتهادي والله عز وجل من رحمته بالأمة ومن يسر الشريعة أن بقي فيها هذا المتسع من احتمال الاجتهادات ليبقى في الأمة دائرة فيها سعة خلاف تسع الناس جميعاً وإلا لو كان الدين كله بكل مسائله القطعية والظنية النصية والاجتهادية لو كانت على قول واحد لا يختلف الناس عنه للحق الناس من ذلك مشقة الله أعلم بها لكن الله عز وجل ولحكمة بالغة جعل هذا الخلاف الاجتهادي موجوداً ليس من بعد مماته عليه الصلاة والسلام بل من حياته أما قال عليه الصلاة والسلام بعد منصرفه من غزوة الأحزاب الخندق قال لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة ذلك أنهم غدروا وخالوا العهد فاستوجب ذلك عقاباً لهم على نقضهم العهد وقد انصرف الأحزاب وصرفهم الله عز وجل بصارف الريح والرعب الذي قذفه في قلوبهم فلما تفرغ إلى بني قريضة وجه أصحابه بهذا التوجيه النبوي لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة الصحابة أذكى الأمة وأحدها فهماً وأوسعها فقهاً اختلفوا في فهم هذه الجملة فكانوا على قولين لما انصرفوا في الطريق أدركتهم صلاة العصر فاختلفوا أن نصلي في الطريق أم نواصل المسيرة فنصلي إذا وصلنا ديار بني قريضة فقال الطائفة كلامه واضح قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة فنؤخر الصلاة حتى نبلغ هناك وقال الطائفة أخرى لا ما أراد مننا تأخير الصلاة بل أراد مننا الاستعجال في المسير والحث على عدم التأخر وإلا فالصلاة لا يقدم عليها شيء فإذا أدركتنا الصلاة ها هنا صلينا في الطريق ثم واصلنا المسير ها هم الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا والنص واحد لتقف رعاك الله على أن هذه النصوص الاجتهادية التي تحتمل اختلاف الأفهام كانت ولا زالت منذ الزمن الأول منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم فاختلفوا رضوان الله عليهم فأصبحوا طائفتين طائفة صلت في الطريق والأخرى أخرت الصلاة حتى بلغت بني قريضة فلما انتهوا من المهمة ذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعرضون عليه الخلاف يصححون بين يديه الاجتهاد قلاب في مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعلمون فقه الشريعة وكيف يتعاملون مع نصوص الوحي فلما عرضوا عليه الاجتهادين صوب صلى الله عليه وسلم كلها الطائفتين ولم يخط إحداهما ولم يثرب على إحدى الطائفتين في اجتهادها قال العلماء هذا الحديث أصل عظيم في تسويغ الاجتهاد فيما يسع فيه الاختلاف في الأفهام وهكذا أمثلة عديدة في الشريعة يقف الفقهاء ومنها موقفا تختلف فيه الأنظار والأفهام والاجتهادات فيختلف الاجتهاد والدليل واحد لاختلاف الأفهام فيه وهذا كله دلالة على وجه عظيم من سعة شريعة الإسلام ورحمة الله بنا أمة الإسلام وهذا الذي نقوله الآن في مسائل التيمم وما سبق من مسائل الوضوء وما سيلحقها إن شاء الله من مسائل الصلاة وباقي العبادات كلها يا إخوة من هذا الباب فإذا قرر المصنف شيئا أو رجح أمرا لا يدل على بطلان ما عداه إنما هو طالما حصل اختلاف إذن هو راجح ومرجوح لابد من ذلك وهذا الترجيح نسبي فما يرجحه الفقيه الحنفي هو مرجوح بالنسبة للشافعي وما يرجحه المالكي هو مرجوح بالنسبة للحمبلي وهكذا على حد قول الإمام الشافعي رحمه الله رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب فالمسألة نسبية كل هذا يقال في دائرة الخلاف السائغي والاجتهاد المحتمل الذي دلت عليه النصوص وأمثلة هذا كثيرة في الشريعة ولعل من ألطف هذه الأمثلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في منع رجوع الواهب في هبته إذ قال عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السو العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي رواية كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه أكرمكم الله الكلب حيوان قذر وفيه نجاسة في الشريعة معلومة بالأمر بغسلها سبعا إذا ولغ في الإناء فالكلب أكرمكم الله إذا تقيأ عاد فلعق قيئه وأكله ثانية قال عليه الصلاة والسلام في التنفير من رجوع الواهب في هبته إذا أهديت إنسانا فإياك أن ترجع في هديتك ومن وهب شيئا لا يجوز له الرجوع فيه قال جمهور الفقهاء الرجوع في الهبة حرام من أهدى هدية أو وهب هبة يحرم عليه الرجوع فيها كنت على تصاف وتراض معه البارحة فأهديته شيئا غضبت منه اليوم وزعلت قلت له أعد إلي العطر الذي أعطيتك والقلم والساعة والهدية هذا لا يجوز قال عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائب في هبته كالعائد في قيئه كأنك تتقيأ شيئا فتعود تأكله كم هو بشع مستقذر غير مرغوب قال الأئمة جمهور الفقهاء الرجوع في الهبة حرام إلا الوالد فيما يعطي الولد لأن الولد وما ملك من كل أبيه وقال الإمام الشافعي رحم الله الجميع الرجوع في الهبة ليس حراما بل هو مكروه ودليل ذلك الحديث نفسه لأنه عليه الصلاة والسلام شبه العائد في هبته بماذا بماذا بالكلب إذا عاد في قيئه سؤال هل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه الجواب لا والتشبيه يقتضي تسوية المشبه بالمشبه به فإذا كان المشبه به وهو الكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيئه فكذلك ابن آدم لا يحرم عليه الرجوع في هبته هذا الفقه وهذا الفهم في النص محتمل ولأنه محتمل قال به الآئمة الفقهاء فقال غاية ما يدل عليه الحديث الكراهة والتنفير والبشاعة في أن الرجوع في الهبة أمر لا يليق بمكارم الأخلاق والنبلاء أهل الفضل والكرم لا يفعلون هذا فإياك أن تفعله لكنه ليس حراما هذا مثال وأمثلته كثيرة في خلاف الفقهاء قال هنا المصنف رحمه الله في صفة التيمم قال لم يفعله ولا علمه أحدا من أصحابه ولا أمر به ولا استحبه قال وهذا هده إليه التحاكم الذي نريد أن نفهم مثل هذا التقرير والترجيح أنه يرجح رأيا وقولا معتبرا ويراه الأحظ بالدليل والأقرب إلى السنة هذا ترجيح معتبر ولا شك أن ما وافق من الأقوال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأسعد بالأقوال وهو الأحظ بالنظر وهو الأقرب إلى الرجحان إن شاء الله لكنه لا يعني حطا لأقوال الفقهاء ولا لأقدارهم ولا تنزيلا من مكانتهم رحمهم الله حسبهم أنهم حراس الدين وحمات الشريعة ونقلة هذا الدين رحمهم الله جميعا وسلك بنا سبيلهم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا الأمر به بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمة إلا فيما اقتضى الدليل خلافه والله أعلم تيممت لصلاة المغرب لأنه يشرع لك التيمم سواء كنت فاقدا للماء حقيقة أو فاقدا له حكما ما عندك ما فتيممت لصلاة المغرب أدركتك صلاة العشاء وأنت لم يخرج منك حدث ما دخلت الحمام أكرمك الله ولا أصبت شيئا من نواقض الطهارة سؤال أتصلي العشاء بتيمم المغرب أم يلزمك إعادة التيمم لصلاة المغرب إن لم يكن هناك شيء من نواقض الطهارة فتيمم الصلاة الأولى يجيز لك أن تصلي به الصلاة التالية ولا ينتقض هذا إلا بأحد أمرين لا يلزمك إعادة التيمم للصلاة التالية إلا بأحد أمرين الأول أن يكون عندك شيء من نواقض الطهارة نوم بول غائط خروج ريح وعلى قول الحنابل أكل لحم الإبل ومس المرأة وإلى آخره ومس الذكر بشهوة فإذا أصبت شيئا من النواقض لازمك أن تعيد التيمم للصلاة التالية هذا الأمر الأول فما الثاني الذي يلزمك به أو تنتقض به طهارة التيمم إذا وجد الماء فإنه لا عبرة بتيممه وعليه أن يتطهر بالماء وضوءا معدى ذلك قال لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا الأمر به هو أيضا إشارة إلى خلاف الفقهاء فإن منهم من قال التيمم إذا كان لعذر فتيمم لصلاة ولم يجد الماء إلى الصلاة التالية لزمه أن يعيد التيمم لأن الفقهاء على قولين هل التيمم يرفع الحدث فيكون حكمه حكم الماء أو هو غير رافع للحدث لكنه مبيح للعبادة التي اشترطت لها الطهارة قال رحمه الله لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا الأمر به بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه كالوضوء فمن توضأ لصلاة ولم يصدر عنه ناقض صح أن يصلي الصلاة التالية بالوضوء الأول قال إلا فيما اقتضى الدليل خلافه والله أعلم فطالما بقي عذر استعمال الماء قائما عند المتيمم والمقصود بالعذر كما قلنا أنه يكون فاقدا للماء لا يقدر على استعماله إذا كان به جرح أو كان به مرض ثم وجد الماء أو زال عذره كأن بريأ جرحه فإنه أي سبب تيمم لأجله إذا زال انقطع حكم التيمم بالتراب فيعود إلى الوضوء بالماء إذا وجد الماء أو إذا أصاب شيئا من النواقض للطهارة جدد طهارة أخرى بالتراب فأعاد التيمم لأن من الفقهاء من قال كما تقدم إنه يتيمم لكل صلاة فإذا تيمم للعصر وما وجد الماء إلى المغرب أعاد تيمما لصلاة المغرب ثم لم يجد الماء إلى العشاء أعاد التيمم لصلاة العشاء والمسالة أيضا مما اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى بقيت مسألة نختم بها هذا الفصل وقد تم كلام المصنف فيه رحمه الله تعالى التيمم كما سمعتم في مسائله أو في طرف من مسائله واحدة من أحكام الشريعة الجليلة التي خصت بها أمة الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وحذيفة رضي الله عنهما السؤال هو هل التيمم بهذه المثابة وبهذا التشريع للأمة رخصة من الرخص أو هو عزيمة كالوضوء بالماء الفقهاء على قولين فمن نظر إلى أن التيمم بالتراب بديل عن الماء وهو تيسير على المكلف ورفع للمشقة عنه فهو بهذا الاعتبار رخصة ومنهم من قال أنت إن لم تجد الماء يلزمك أن تتيمم بالتراب ولا يقبل الله صلاة إلا بطهارة فمن لم يتطهر بالماء تطهر بالتراب هذا المعنى سيكون عزيمة أو رخصة سيكون عزيمة ولهذا فمن جميل كلام الإمام الطوفي رحمه الله قال ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين والمقصود بالجهتين جهة الرخصة وجهة العزيمة قال أما جهة الرخصة فمن حيث يسر الله سبحانه وتعالى على المكلف وسهل عليه وسامحه في أداء العبادة مع الحدث المانع ولم يشق عليه بطلب الماء حيث يتعذر أو يشق ولم يأمره بإعادة الصلاة إذا صلىها بالتيمم وحيث سامحه في استبقاء نفسه بأكل الميتة إلى أن قال وأما جهة العزيمة فمن جهة أنه شرط لأداء الصلاة الواجبة وشرط الواجب واجب والواجب عزيمة فالتيمم عزيمة وأكل الميت وسيلة إلى استفاء حق الله الواجب في النفس ووسيلة الواجب واجبة فأكل الميتة في المخمصة إذا خيف على النفس بدونه واجب ثم قال رحمه الله وبالجملة فالنفس يتعلق بها حقاني حق لله سبحانه وتعالى وحق للمكلف فكل تخفيف تعلق بالحقيني فهو بالإضافة إلى حق الله سبحانه وتعالى عزيمة وبالإضافة إلى حق المكلف رخصة فالله سبحانه وتعالى أعلم تم هاهنا كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ونستفتح مجلسنا في الجمعة المقبلة إن شاء الله بفصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة استمرارا في باقي أبواب العبادات تم الفصل وما يزال في الكتاب فصول متتابعة نأتي عليها تباعا بعون الله تعالى وتوفيقه وما يزال أيضا في ليلتكم ليلة الجمعة متسع لمزيد من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن الجوزي رحمه الله اعلموا أنه ما من عبد مسلم أكثر الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام إلا نور الله قلبه وغفر ذنبه وشرح صدره ويسر أمره فأكثروا من الصلاة عليه لعل الله يجعلكم من أهل ملته ويستعملكم بسنته ويجعله رفيقنا جميعا في جنته فهو سبحانه المتفضل علينا برحمته انتهى كلامه رحمه الله تعالى هذا محمد الذي وافى كما بدر فعانقت الدنا أنواره واختصه الباني بأعظم ما به أوحى ومن بين الأنام اختاره شق الطريق بحكمة ومحبة ما ظل من يقفو بها آثاره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون وصلي يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام نسألك بواسع رحمتك التي وسعت كل شيء وبقدرتك على كل شيء وبعلمك بكل شيء أن تعجل بفرج قريب ونصر عاجل لإخوتنا المسلمين في فلسطين اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك نبرأ إليك ربنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك وأنت القوي القاهر وأنت العظيم القادر اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك سلط عليهم من جندك يا رب أنت الحي القيوم ما تجعلهم به عبرة للعالمين اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واقذف الرعب في قلوبهم وصب العذاب من فوق رؤوسهم وأنزل عليهم عذابك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأمعنوا في العداء رباه إنهم لا يرجون لك وقارا فلا تذر على الأرض منهم ديارا اللهم اكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم ربنا يا راحم المستضعفين ويا ديان يوم الدين ويا ولي المؤمنين يا ناصر المظلومين رحمك رحمك ربنا بإخوتنا المستضعفين هناك من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى بعنايتك أمرهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار احفظ علينا يا ربي في بلدنا هذا خاص وبلاد المسلمين عامة الأمن والإيمان والسلامة اشتركوا في القناة